السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور في السطح يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نجحة ومحققة لكم كل اللي انتم بتتمنوا في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا 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 لعلاج كتير من المشاكل اللي بتصيب الطيور بتاعتنا وعلى رأس المشاكل دي الدهون والكلسترول واي حاجة موجودة في جسم الطائر غير اللحم اي دهون اي شحوم اي حاجة موجودة كده تخلي الدم ما يمشيش تخلي البيض يقطع تخلي مخرج البيض يتسد تخلي حركة الطائر اقل تخلي الطائر يجيله اجهات حراري في الصيف وفي الحر اللي احنا فيه دلوقتي ده فهنقولك النهاردة اكلة موجودة دلوقتي وده المسم بتاعها وافضل مضاد دحاوي للطيور وهي اصلا برضو مضاد دحاوي قوي جدا للانسان ونبتة برية قوية بتقتل السرطان وتقضي نهائيا على الكوليسترول يعني لها فوات كتيرة جدا احنا جاينا نتكلم فيها النهاردة لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول طبعا كلنا عارفين ان العشاب كتيرة يا جماعة الموجودة اللي ربنا خلقها وكل عشب فيهم بيبقالوا الفايدة الخاصة جدا 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 العشبة بتاعت النهاردة وما نقدرش نقول عليها عشبة قوي بقدر ما نقدر نقول عليها نبات لان الاعشاب دي بنقولها عن النباتات المجففة ده اصطلاحا يعني احنا اصطلحنا التعبير ده كلمة اعشاب دايما بنقولها على النباتات المجففة لكن برضو الاعشاب بتتقالع على حاجات الخضرة يعني ما فيش اي مشكلة خالص المهمة دلوقتي ان هي لها فوايد كبيرة جدا 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 هي عشبة برية بتنبط كده لوحديها في الطبيعة يعني منها لنفسها بتحمل مواد كيميائية ومواد مخاطية وبتستخدم فيه علاجات كتيرة لأخطر الأمراض يعني فيه دراسات كتيرة جدا أثبتت النبات ده جماعة اللي هو بيبقى موجود فيه محيط البحر الأبيض المتوسط وبينبط في فصل الصيف أو في الحر وبينبط بشكل عشوائي كمان النبات ده بيمنع الإصابة من تصلب الشرايين وأمراض القلب والسرطان ده بالنسبة للإنسان وبالنسبة للطيور كمان يعني هو بالنسبة للإنسان مفيد في كل الحاجات دي ما بالك بقى الطائر ما بالك بقى الطائر اللي هو المفروض يعني بياخد جرعة أقل يعني احنا لما بنيجي ندل الطائر دوى أصلا بشي بندله جرعة أقل لأن التأثير اللي احنا محتاجينه على الإنسان أكبر من التأثير اللي احنا محتاجينه على الطائر جسم الطائر قليل ودمه قليل ويعني جرعة أقل بكتير جدا من اللي بتأثر في الإنسان بتأثر في الطائر لذلك بقى النبتة اللي احنا جايين نتكلم عنها دي بتفيد فوايد كبيرة جدا 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 للطيور ومش هتستخدمها بكميات كبيرة مش هتستخدمها بكميات كبيرة بأي شكل من أشكال هتحشلك الدهون من جسم الطائر وتمنع تصلب الشرعين وتعالج القلب لو هو عنده مشاكل في القلب وتحوش بقى اي حاجة سرطانية اي خلايا سرطانية في جسم الطائر تمام؟ هي برضو بتستخدم في الطب الصيني التقليدي وبيتم من خلالها مدوات الكثير من الامراض الخطيرة اللي احنا قلناها وامراض غيرها كمان عندهم في الصين وفي علماء قاموا بدراسة على المادة دي وشافوا قد ايه مستويات الدهون بتتغير مستويات الدهون في الدم وتوصلوا بقى الى تعميم فائدة المادة دي او تعميم فائدة النبات ده في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليسترول الضار تمام؟ فاي دهون ثلاثية موجودة في جسم الطائر اي دهون ثلاثية من الدهون اللي هي بتأثر على صحة الطائر هتلاقي نفسك ايه بتتخلص منها على طول باستخدام النبتة دي النبتة دي يا جماعة اسمها البقلة او الرجلة البقلة او الرجلة ساعات بنلاقي الرجلة دي موجودة كده مع الملوخية الناس اللي بتشتري ملوخية ساعات بنلاقي الرجلة كده طلع كده من فرع ملوخية او جاية بالغلط مع الملوخية لانها بتنبط قريب من البحر المتوسط زي ما قلنا والملوخية كمان هناك فممكن تلاقيها موجودة ومقترنة بالملوخية نباتة البقلة او الرجلة ومن اكتر الحاجات المذهلة في موضوع البقلة والرجلة النبات ده يا جماعة ملوش اي اثار جانبية ملوش اي اثار جانبية ويمكن اخواتنا واهلنا في القرى الفلاحين يعرفوا كويس او ان انت لما تيجي تاكل البقلة دي انت كبني ادم اتلاقيها كده فيها مواد مخاطية يعني مواد كده ايه بتلبك شوية مخاطية انت عارف يعني اصد ايه بكلمة مخاطية تمام لما تيجي تاكلها كده اتلاحظ الطعم ده في بوقك وتلاحظ كمان القوام المخاطي بتاعها ده تمام وزي ما قلنا هي لها تأثير كبير جدا على مستويات الدهون واضطرابات الشحوم وطبعا بالاضافة لكونها غنية بالاحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات وحاجات كتيرة جدا بتدمر كل الخلايا السامة وكل الخلايا السرطانية والخطيرة في جسم الطائر ولها فوائد عجيبة يا جماعة والله لو قعدنا نتكلم فيها مش هنقلصها هي بتمنع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة وبتطرد الددان من جسم الطائر الددان الحلقية او غير الحلقية وبتعزز ليونة المعدة يعني بتخلي فيه اسهال بسيط كده اللي هو يعني بتسهل شوية لكن هو مش اسهال مرضي بأي شكل وبرضو بتوقف التقيق تمام وعند البني قدمين برضو هي بتوقف التقيق وبتمنع الوحم يعني لو عندك وحدة كده حامل عندها وحم كتير وحم كتير الرجلة بتوقف الوحم ده على طول بتوقف نزيف الدم لو الطائر عنده اي نزيف من جوة يعني انت مسلا لو عندك فرخة عندها نزيف في الرحم او في كيس البيض اللي هو ده انت ممكن تعالج النزيف ده عن طريق انك تحط لها على طول الرجلة دي تأكلها لها على طول على طول على طول ده هيوقف نزيف الدم عندها وكمان الرجلة دي او البقلة بتعالج الصداع وبتعالج الحم يعني سيبك موضوع الصداع ده اكيد مش بيجي للطيور او مفيش مرض مشكور اسمه الصداع لكن الحم ارتفاع درجات الحرارة والاجهاد الحراري اللي احنا داخلين عليه وفصل الصيف والكلام ده كله انت ممكن تعالج الرجلة او تعالج المشاكل دي كلها بيه الرجلة فالرجلة او البقلة يا جماعة يعني ايه لها فوائد سحرية ويعني بتبقى متوجدة في المحافظات القريبة من البحر الابيض المتوسط وبتتبيع لوحدها عند العطار ممكن تقيها عند العطار بس هتلاقيها جافة مش هتلاقيها خضرة ممكن تلاقي بقى مستخلص لها بيتباع انت ويعني لو تعبت عليها شوية هتلاقي المستخلص لكن يفضل انك تجيبها خضرة تشتريها خضرة وتعرف تاجر معين بيبيعها بكميات كبيرة مليانة فوائد كتير يا جماعة وطعمها حلوة كمان يعني في بعض الناس بتطبخها بتعملها بعض الطبخات كده بتبقى مفيدة جدا وهتفيد الطير بتاعتك بقى بجوانب كتيرة يعني واضحة جدا عند الطائر مقاومة امرك كتيرة ورفع المناعة وتسهيل الهضم وزيادة الانتاج والتسمين لكن اهم حاجة يا جماعة بتأثر فيها رجلة فكرة ازالة الدهون وفكرة ازالة الشحوم اللي في جسم الطائر خصوصا يعني الدهون الثلاثية وخصوصا اي دهون ممكن تعطل الانتاج لان احنا عارفين ان الطائر ده اول ما الدهون بتكتر عنده هو بيقطع انتاج ومن الصعب بعد كده ان هو يرجع من الصعب بعد كده ان الطائر ده يحرق الدهون دي لانه اكيد مش هنودي جم مثلا عشان يحرق الدهون بناخد وقت طويل جدا ومصاريف يعني لا يستحقها بصراحة الامر بتبقى مصاريف كتيرة واحنا ممكن نتباحه وناكله ونحافظ بقى على الطيور التانية عن طريق استخدام البقلة او الرجلة ده كان الفيديو بتاع النهاردة ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة لك من اليوتيوب ونشوفك على الفخير في حلايات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة